كما أشكر ضيفي عبر الهاتف من واشنطن الدكتور إيران ناي كرعان أستاذ العلوم السياسية شكرا جزيلا لكم وإلى ملفنا الثاني في هذه الحلقة نسلط فيه الضوء على قرية البريكزيت في خطوة رافضة للاتفاق الأولي المعلن بين قادة الاتحاد الأوروبي رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم الخميس أعلنت المعارضة البريطانية بمختلف مكوناتها رفض وثيقة الاتفاق دعا زعيم حزب العمال جيرمي كوربين البرلمان البريطاني لرفض الاتفاق والذهاب لاستفتاء جديد يحسم الخلاف اعتبر كوربين أن اتفاق جونسون للخروج من الاتحاد الأوروبي هو أسوأ من اتفاق رئيسة الوزراء السابقة ريزا مي فيما أعرب الوحدويون الأيرلنديون عن رفضهم الشديد وكذلك أيضا سياسيون سكتلنديون تشمل التسوية الجديدة التزام أيرلندا الشمالية بتطبيق إجراءات الاتحاد الأوروبي على البضائع التي تصلها من دول أوروبية رغم كونها ضمن الإقليم الجمركي للمملكة المتحدة وذلك في إطار نظام معقد للغاية المزيد في تقرير الزميل منصور الخطبي نتابع أشبه ما يكون بعودة النفس بعد قبلة الحياة رئيس الوزراء البريطاني بورس جونسون غرد صباح الخميس بأن قد توصلوا مع الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق عظيم يستعيد به السيطرة على مشروع البريكزيت طريقة المفاوضين من لندن وبروكسل توصلوا إلى اتفاق قبل مععد عقال للقادة الأوروبيين في بروكسل رئيس المفاوضية الأوروبية جان كلوديونكر غرد هو الآخر بالقول إن لديهم اتفاق عادل وإذا ما كانت هناك إرادة فسيكون هناك اتفاق الجانبان عكفوا الفترة الماضية على تنقيح النص القانوني للاتفاق ولكنه لا يزال بحاجة إلى الموافقة عليه من البرلمانين البريطاني والأوروبي رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك قال في خطاب توصية بالاتفاق إن الوقت قد حان لعملية الانسحاب والتحرك قدما بسرعة الممكنة من أجل التفاوض على شراكة مستقبلية جونسون بحسب مصادر بريطانية طلب من قادة الاتحاد رفض أي طلبات تمديد للموعد النهائي لبريكزيت في الحادي والثلاثين من أكتوبر تشرين الأول الجاري حيث وافق أعضاء البرلمان البريطاني في سبتمبر الماضي على قانون يمنح رئيس الوزراء طلب تمديد المهلة إذا رفض البرلمان الاتفاق أو رفض خروج البلاد من الاتحاد بدون اتفاق بحلول هذا الموعد مقترحات جونسون بشأن الاتفاق الجديد متوقفة على تنحية مسألة الحدود بين إرلندا الشمالية وجمهورية إرلندا عضو الاتحاد الأوروبي والمثيرة للجدل الخطط الجديدة في الاتفاق المقترح قد تؤدي إلى معاملة إرلندا الشمالية معاملة مختلفة عن بقية أجزاء المملكة المتحدة وهو ما أثار قلق الديمقراطيين الوحدويين وآخرين كبير مفاوض الاتحاد الأوروبي ميشيل برنيه قال أن الاتفاق الجديد يعتمد على أربعة عناصر أساسية من بينها أن تظل إرلندا الشمالية تعمل بمجموعة محدودة من قواعد الاتحاد الأوروبي خاصة فيما يرتبط بالبضائع ويتمتع ممثلها بسلطة اتخاذ القرار بشأن مواصلة تطبيق قواعد الاتحاد في إرلندا الشمالية أو عدم تطبيقها كل أربع سنوات الاتفاق رفضه الحزب الإرلندي الشمالي وحزب العمال بزعامة جيربي كوربن الأخير قال إن أفضل حل لبريكزيت هو إعطاء الشعب الكلمة الأخيرة في تصويت عام ارتفاق لم يحظى أيضا بتأييد حزب الديمقراطيين الوحدويين المؤيد للمحافظين في البرلمان ما يجعل جرعة الإنعاش التي قدمها جونسون غير فعالة أهل مناقشة هذه القضية أرحب بضيفي معي في السوديو الصحفي والخبير في الشؤون البريطانية محمد دامين أهلا بك سيد محمد أهلا بك هل قضية الأمر جونسون استطاع أن يخرج ببريطانيا من الاتحاد الأوروبي شكراً أسامة على الاستضافة طبعاً ليس باع طبعاً هذا الإنجاز حقيقة إنجاز يعني لم يكن متوقعاً بوريس جونسون رغم كل الوعود الكاذبة السابقة التي كان يطلقها سيصل إلى اتفاق رغم الفترة الزمنية المحدودة والرهان الكبيرة على أنه من المستحيلات أو من سبع المستحيلات أن يصل بوريس جونسون إلى هذا الاتفاق ومقابل قدم تنازلات لكن أيضاً الأوروبيين في النهاية لا يريدون الخروج يعني غير متفق عليه الآن أأتي إلى سؤالك فيما يتعلق هل تخرج بريطانيا هل معنى الاتفاق اليوم أو الإعلام في بروكسل ولندن عن الوصول إلى الاتفاق معناها أن بريطانيا ستخرج من الاتحاد الأوروبي في نهاية الطريق أنا أعتقد أنه لا ما زال أمبكراً لأن هذا الإعلان شهدنا مثله تماماً عندما أعلنت ثريزا مي الوصول إلى الاتفاق ثم أخفقت في تمريره في البرلمان إذن الآن القول النهاي ما هو الفارق بين إعلان بوريس جونسون والثريزا مي بوريس جونسون في وضع أسوأ بكثير من ثريزا مي الوقت ليس في صالح ورقم واحد رقم اثنين في عشر نواب في حزب الوحدة والاتحادي الديمقراطي حلفاء بوريس جونسون أعلنوا رفض هذا الاتفاق حزب العمال أعلن رفض هذا الاتفاق حزب اللبدم أعلن رفض هذا الاتفاق إذن كل المؤشرات تشير إلى أنه منها صعوبة مما كان تمرير هذا الاتفاق في يوم السبت في جلسة البرلمان إلا في حالة واحدة فقط وهي حدوث تمرد داخل حزب العمال حيث أن هناك 19 نائبا من حزب العمال قالوا أنهم إذا اطلعوا على الاتفاق يضمن حقوق العمال فإنهم سيصوتون لصالح بوريس جونسون طيب عندما نتحدث عن أن هذا الحزب رفض وذاك الحزب رفض ألا ترى أن هذا يؤكد وجهة نظر جونسون أن هذا البرلمان هو فقط أداة تعطيل لأي اتفاق لا هو بشكل أو بآخر هذا يعكس حجم الانقسام في الساحة السياسية البريطانية ثانيا أن الناس في البريطانيا ملوا من ثلاث سنوات ونصف هم يسمعون عن بريكزيت ووجدون هناك طريقة مزدودة هناك الآن أنا أعتقد المخرج الوحيد المتاح أو ربما تنتهي ينتهي له البرلمان هو الذهاب إلى استفتاء شعبي سأعتقد بشكل أو بآخر أنه سواء مر الاتفاق أو لم يمر سيكون مشروط بالذهاب إلى استفتاء شعبي على صفقة بوريس جونسون أنا تقديري أنه الأمور تتجه بنحو رفض اتفاق بوريس جونسون في البرلمان ثم أن يتم صياغة مشروع تدعو إلى طرح السفتاء جديد قبل أن نتحدث عن السفتاء كانت النقطة العالقة مع تريزا مي هي الباكستوب الحدود بين إيرلندا الشمالية وجمهورية إيرلندا ما الذي قدمها بوريس جونسون يختلف عن تريزا مي في هذه النقطة باختصار شديد بوريس جونسون قدم فعلا شيء مختلف عن تريزا مي تريزا مي كان تتحدث عن الباكستوب أو تشيك الجمركي في الحدود بين إيرلندا الشمالية وجمهورية إيرلندا وأن يتم هناك نوع من الرقابة على البضائع تدخل من جمهورية إيرلندا إلى إيرلندا الشمالية بوريس جونسون قام بشيء جديد قال أنه فلنبقي إيرلندا الشمالية بشكله بآخر ضمن السوق الأوروبية المشتركة فيما المملكة المتحدة تخرج من السوق الأوروبية المشتركة بمعنى أن اليوم إيرلندا الشمالية هي جزء من المملكة المتحدة ستبقى داخل السوق الأوروبية المشتركة وستبقى بشكل أو بآخر جزءا من الاتحاد الأوروبي ولن يكون هناك حدود ولن يكون هناك تشييك بين إيرلندا الشمالية وبين جمهورية إيرلندا ستنتقل الأزم المشكلة إلى حدود بشكل أو بآخر أو إجراءات حدى بين إنجلترا وبين إيرلندا الشمالية وهذه مسألة جديدة ومسألة خطيرة بتقديري اليوم أنك تطلع على تصريح لرئيسة وزراء إسكتلندا رئيس الحزب الإسكتلندي الوطني قالت أن إسكتلندا وإيرلندا الشمالية صوتوا لصالح البقاء في الاتحاد الأوروبي بينما إنجلترا وويلز صوتوا لصالح الخروج هذه تصريحات مبكرة تعكس رغبات استقلالية انفصالية قد تذهب لأمملكة المتحدة طالما عدت بنا إلى استفتاء 2016 إيرلندا الشمالية كان هناك استفتاء على الخروج أو البقاء لأنها المملكة المتحدة الآن إيرلندا الشمالية تبقى في الاتحاد الأوروبي وبقية المملكة تخرج من الاتحاد الأوروبي هل هذا ما صوت عليه الناس الشعب البريطاني في 2016؟ لا وهذا قبل قليل سؤل بوريس جونسون فقال أن المملكة المتحدة كوحدة واحدة تصوت لصالح هذا الاتفاق وهذا ليس صحيح لأنه كما قلت لك أنه إيرلندا الشمالية التي صوتت للبقاء أخذت ما تريد والآن هي تبقى داخل الاتحاد الأوروبي لكن سكوتلندا صوتت للبقاء تخرج مجبرة من الاتحاد الأوروبي إذن هناك انقسام لا يوجد قرار موحد لأنه سكوتلندا رافضة لمسألة مغاردة الاتحاد الأوروبي وهذا بشكل أو بآخر يخلق أزمة داخل المملكة المتحدة نأتي إلى السيناريوهات ونبدأها من سكوتلندا وإيرلندا الشمالية ما هي السيناريوهات الأخطر على المملكة المتحدة بعد هذا القرار؟ السيناريو الأخطر بتقديري هو حمى الانفصالات والاستفتاءات بمعنى أنه إسكوتلندا ستعود مرة أخرى وبدأ الحديث في البرلمان الإسكوتلندي عن ضرورة إجراء السفتاء ثاني على بقاء إسكوتلندا جزء من المملكة المتحدة أو الانفصال التام وجود جزء من المملكة المتحدة داخل الاتحاد الأوروبي ويحظى بامتيازات الاتحاد الأوروبي سيغذي النزعات الانفصالية لدى الإسكوتلنديين وسيطالبون بالسفتاء ثم الالتحاق بالاتحاد الأوروبي بمعنى أن أجزاء من جسم المملكة المتحدة تفر نحو الاتحاد الأوروبي وهذه مشكلة خطيرة وخاصة في قطاع المال والأعمال عندما ترى أن النافذة الوحيدة للمملكة المتحدة نحو الاتحاد الأوروبي ستكون عبر البحر الإيرلندي أو عبر البواب الإيرلندية الشمالية إذن عندما تريد أن تجري تجارة في إنجلترا في ويلز في إسكوتلندا فأنت أفضل لك أن تذهب إلى إيرلندا الشمالية وتحصل على امتيازات الاتحاد الأوروبي نعود لمجلس العموم الأحزاب الرافضة ما هي السيناريوهات أمام جونسون في الأيام المقبلة السيناريوهات رقب واحد جونسون قد يخسر هذا التصويت وأنا أعتقد أنه أرجح هذا أنه لا يمر هذا الاتفاق يوم السبت على الأقل في العرض الأول ثم يجبر بوريس جونسون على أن يذهب إلى استفتاء شعبي على الصفقة التي وصل لها وسؤال ثاني في نفس الاستفتاء هو البقاء في الاتحاد الأوروبي السؤال باختصار شديد في الاستفتاء القادم هل تؤيد صفقة بوريس جونسون للخروج أو سؤال ثاني هل تؤيد البقاء في الاتحاد الأوروبي وهذا ربما هو الذي سيكون سؤال مليون جنيه كما يقال وسيكون هذا العامل الحاسم حيث سيعود الأمر إلى الناس لأنه جيرمي كوربين اليوم يواجه تمرد داخل حزب العمال يطالب بأنه يأخذ موقف واضح بأنه كحزب عمال نحن ندعم البقاء في الاتحاد الأوروبي وندعم فكرة عمل استفتاء ثاني عنوانه البقاء وعدم المغادرة هذه السيناريوهات يجب أن تنتهي قبل 31 من الشهر الجاري؟ بطبيعة الحال قبل 31 لأنه اتحاد الأوروبي اليوم يهدد بأنه لن يمدد لبريطانيا البقاء في الاتحاد الأوروبي إلا في حال مرت هذه الصفقة لكن أيضا اتحاد الأوروبي سمعنا كثير من التهديدات خلال ثلاث شهور الماضية ثم كان يتراجع قبل قليل أو عفوا بالأمس كان بوريس جونسون عندما أعلن عن يعني تعثر الوصول الاتفاق أو أنه ما زال الاتفاق بحاجة لمزيد من الدراسة نقل مصدر داخل تين داونينج ستريت لبي بي سي قال هذا المصدر أن رئيس الوزراء مستعد لطلب تمديد لبقاء بريطانيا في المملكة المتحدة إذا ما كان هذا التمديد مشروطا بمزيد من البحث حول الصفقة إذن ربما يتم لو أخفق بوريس جونسون في البرلمان وذهبت الأوضاع أو التقديرات باتجاه إجراء السفتاء ثاني سيطلب بوريس جونسون من التحديد الأوروبي بتنديد لبقاء بريطانيا حتى إجراء استفتاء وهذا الاستفتاء هو الذي سيقول كلمة الحسم الأخيرة في مستقبل شكرا جزيلا لك محمد أمين الصحفي والخبير في الشؤون البريطانية كنت ضعي في الاستوديو وأبوى على الأحداث حلقتنا مستمرة بعد القصة لك من د شكرا جزيلا لك